نقاط على الحروف نحن اليوم أمام قرارين مهمين جديدين قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بعد ستة شهور من بدء الحرب على غزة وقرار إجرائي ثاني يصدر عن محكمة العدل الدولية في لهاي ووجهة القرارين واحدة تقريبا وهي إدانة الفعل الإسرائيلي ولو دون تسمية فعل الإدانة والدعوة إلى وقف الأعمال الحربية العدائية وقف أعمال التجويع فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية ثقل القرارين يتناول الحق الفلسطيني ويتصدى للمظلومية الإسرائيلية على الفلسطينيين طبعا هل هذا التوصيف في مكانه؟ قرأنا الكثير وسمعنا الكثير هناك من أشاد بالقرارين ويدعو إلى البناء عليها عليهم وهناك من قال وماذا سيترتب على هذين القرارين ما دامت إسرائيل لن تنفذ شيئا وما دام الأمريكي إذا أراد أحدا أن يذكر إسرائيل بالاسم ويحملها مسؤولية الجريمة دون أن يلقي عليها عقوبات جاهزة لإحتحمل الفيتو المعادلة هذا معنى أن نضع النقاط على الحروف المعادلة هنا يختصرها هذا التقدير المستخدم عند أهل الفقه لا إفراط ولا تفريط لا إفراط بالتفاؤل ولا إفراط بزراعة الأوهام وبعقد الآمال بأن صدور قرار عن المحكمة الدولية أو صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي سوف يعني نهاية العدوان على غزة لا لن يعني نهاية العدوان على غزة الإسرائيلي في جروره عشرات القرارات المشابهة منذ عام 48 وبعضها صد يعني صوت الأمريكي لصالحه الآن الأمريكي يمتنع ويتلعثم ويقول أن هذا قرار غير ملزم بينما في قرارات سابقة كان الأمريكي مصوطا عليها وكان يقول ملزمة مثل الأراء 425 وكما روى الراحل الكبير غسان تويني أن النص كتبه الأمريكيون ورغم ذلك الإسرائيلي وضع القرار في الجارور في الأدراج وقال بالعربي الدارج لللبنانيين بلوه وشربوا ميته ولو لم تكن هناك مقاومة في جنوب لبنان وطبعا رجعفات هو بالاثنين وثمانين هذا القرار بالاثنين وثمانين كان فيه شريط احتفظ به الإسرائيلي اللي هو الشريط المحتل بالاثنين وثمانين فات وصل على بيروت هذا احترام للقرار يعني هي قيمة القرارات الدولية بل أكثر من ذلك عام الفين وثنين عندما دخل الإسرائيلي إلى مخيم جنين وارتكب المجدر الشهيرة دمر المخيم وقتل العشرات وأصاب المئات وجرف البيوت اجتمع مجلس الأمن الدولي وقرر باقتراح أمريكي تشكيل لجنة تحقيق برئاسة تيري راد لارسن لترفع تقريرا واختاره شخصا معروف بحجم صدقته مع إسرائيل إسرائيل لا تريد أن تسمح بأن تقدم جنديا واحدا أمام محقق حتى لو كان صديقا قررت أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق ماذا فعل مجلس الأمن؟ هل قرر معاقبة إسرائيل؟ هل أكد على لجنة التحقيق؟ هل حول لجنة التحقيق إلى الفصل السابع؟ كما فعل في قضية اغتيال الرئيس الحريري من أجل أن ينال من المقاومة في لبنان ومن سوريا بالفبركات التي وجهت نحوهما التهمة؟ أبدا ما فعله مجلس الأمن سيستغرب من يسمع اجتمع مجلس الأمن وقرر إلغاء لجنة التحقيق بس ما تزعل إسرائيل هذا هو المهم إذن القيمة العملية الإجرائية للذين يفرطون في التفاؤل ويفرطون في زرع الأوهام ويفرطون في نسج الأمال القيمة الفعلية صفر وبالتالي هنا خطورة الإفراط بسبب الواقعية في قراءة المدى المحدود لتأثير هذين القرارين قد يقع البعض في التفريط فيقول وما قيمة هذه القرارات وجودها وعدم وجودها واحد هذا خطأ أيضا لماذا؟ لأن بلوغنا هذه اللحظة كيف وصلنا إلى أن يصدر عن مجلس الأمن قرار أن تقف أمريكا وتمتنع ولا تستخدم الفيتو القرار نفسه بالمناسبة في شهر شباط أعتقد في 12 شباط عرض أمام مجلس الأمن نفس القرار صياغة جزائرية الآن صياغة الموزنبيك ورفضت أمريكا بالفيتو ما الذي أدى إلى تغيير الموقف الأمريكي؟ هذا هو المهم لذلك عندما نقول أن القرار يعني بلا قيمة وأن وجوده وعدم وجوده واحد نخطئ نقع في التفريط لا يجوز أن نقع في الإفراط لكن لا يجوز أن نقع في التفريط أيضا لأن الذي أدى إلى هذا هذه البطولة الفلسطينية هذا السمود الفلسطيني هذه التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني تفعل فعلها في الرأي العام الغربي وخصوصا في الرأي العام الأمريكي وتتعرض إدارة الرئيس بايدن لضغوط شعبية حقيقية وقاسية وتهدد إمكانية إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية القادمة فتجبر إدارة الرئيس بايدن على البحث عن كيفية محكاة هذا الرأي العام الذي لا تستطيع أن تدير ظهرها له وفي كل مرة سنجد تقدما أكثر ليس لأن هناك صحوة ضمير أمريكية لأن هناك شارع حي في العالم كله وخصوصا في أمريكا هل ندير ظهرنا لهذا؟ على الإطلاق هل نقدر هذا؟ بالتأكيد وبالتالي إذن يجب أن يكون موقفنا؟ نعم نحن نعلم أهمية حركة الشارع العالمي وكيف يضغط على الحكومات ماذا يعني أن فرنسا حتى في التصويت السابق هي ودول أوروبية أخرى وقفت مع القرار الذي صوتت أمريكا بالفيتو ضده كيف أن بريطانيا اضطرت أن تمتنع عن التصويت برئاسة هذا السخيف يعني سوناك وبالتالي نحن أمام جو الرأي العام يدخل إلى صناعة السياسة الرأي العام يقتحم الميادين السياسية التي تخص شعب فلسطين هل يجوز أن ندير ظهرنا؟ على الإطلاق هل يجب أن نقدر هذا عاليا؟ بالتأكيد في محكمة العدل الدولية يحدث شيء مشابه لو لا جنوب أفريقيا والهمة والنخوة والشهامة والذهاب إلى رفع قضية جرائم الإبادة بحق الإسرائيلي لما كان هناك ملف قانوني أمام الجرائم الإسرائيلية الآن لم تبدأ الملاحقة لكن قرار وراء قرار على المستوى الإجرائي يقولان إن كيان الاحتلال لا يلتزم لا ينفذ مجباته إن المحكمة اتخذت قرارا سابقا لم ينفذ منه شيئا وهي الآن تقول إن المجاعة ليست خطرا فقط إن المجاعة خطر وشيك وتضيف إن التجويع بدى وكأنه سياسة هذا مهم في مفهوم جرائم الإبادة عندما تلجأ إلى الحصار وإلى التجويع فأنت تؤكد ارتكاب جريمة الإبادة أن ينفذ القرار شيء وأن يكون له قيمة بصفته ثمرا من ثمرات الصمود والمواجهة والتحدي والالتقاء الدولي نحن أمام محور في العالم يتشكل بفضل وببركة هذا الصمود في غزة أمام محور كانت إيران وحدها هي من يساند حركات المقاومة ماذا يعني أن تكون جنوب إفريقيا؟ ماذا يعني أن يكون البرازيل؟ ماذا يعني الآن كولومبيا وبوليفيا وتشيلي؟ ماذا يعني أن هناك وزيرة خارجية وزيرة في الحكومة الأسبانية أخذت موقفا وهي تقود شارعا الآن لدعم غزة ودعم فلسطين؟ ماذا يعني استقالة واحدة من المسؤولات في وزارة الخارجية الأمريكية؟ هذا يعني هذه رقم اثنين كله ببركة هذا الصمود وهذه المواجهة هذا القرار وذاك القرار قرار مجلس الأمن وقرار المحكمة ترجمة وتعبير لنتاج هذا الحراك ولذلك نفرط في التفاؤل إذا قلنا هذا سينهي الحرب ونقع بالتفريط نفرط بقيمة المنجز بقيمة المنجز إذا قلنا أنه بلا قيمة ترجمة نانسي قنقر